القطاع الصحي في العراق كغيره من القطاعات يعاني إهمالا شديدا وفسادا ينخره على جميع المستويات الأبنية واللوازم والأدوية والمعدات رغم تخصيص ميزانيات هائلة له في الموازنات العامة لكنها تنهب وتسرق على أيدي مسؤولين تبع نهج العصابات بلباس الأطباء ووصل الفساد إلى درجة التعدي على أدوية المصابين بالسرطان رغم قلتها وندرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها عن فساد القطاع الصحي في العراق كشفت أن جيشا من المحتالين ينهب مستشفى سرطان الأطفال حيث لم يتورأ هؤلاء عن سرقة مخصصات مستشفى السرطان وبيعها داخليا أو تهريبها خارجيا تقول واشنطن بوست أن وزارة الصحة في العراق لا تعاني نقصا في المال وبحسب ميزانية العراق لعام 2021 فقد تم تخصيص أكثر من مليار وثلثمائة مليون دولار على الأقل في السنوات الأخيرة لبناء المستشفيات لكن الفساد مستشر والأموال المخصصة لكل شيء بدءا من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات يتم إهدارها من قبل مسؤولين ورجال أعمال وأفراد من جماعات سياسية أخرى الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى إما مفقودة أو خارج الخدمة أما الوصفات الطبية فهي مليئة بالعقاقير غير المطلوبة وغير المعقولة وعندما يقال إن الدواء تحول إلى داء فذلك واقع في العراق ففي تقرير سابق لوكالة رويترز ذكرت أن الصيدليات تمتلئ بالأدوية المهربة التي تجاوز بعضها تاريخ الصلاحية أو أصبح استخدامه غير مأمون العواقب ناهيك عن هيمنة الميليشيات على تجارة الأدوية في العراق ويبلغ الإهمال للقطاع الصحي منتهاه عندما تحولت المستشفيات من مكان لإنقاذ الأرواح إلى مقابر للمرضى نتيجة الحرائق المتكررة فيها ولا تزال فاجعة حريق مستشفى بن الخطيب في بغداد ومستشفى الحسين في الناصرية تذكر العراقيين بحجم الإهمال للقطاع الصحي وغياب وسائل حمايته من الكوارث اشتركوا في القناة